يجب أن يأخذه من خلاله لأن الناس أريد أن يلنشه أريد أن يقتله إذا كنت أصدقه سأقتله ولكن هناك شخص في واحد وشخص في واحد لم يثبت العالم بعد أن الناس يمكن أن يولدوا أشراراً على الرغم من أننا واجهنا عبر التاريخ أشخاصاً ربما ولدوا كذلك إذ أنه أثبت أن الناس يمكن أن ينموا ليصبحوا حوشاً يتم ظهور الوحوش في معظم الأحيان من خلال البيئة التي تتطور فيها وكلما كانت البيئة قبيحة كلما كان الوحش أكثر رعباً وفتكاً هذه السيرة الذاتية لرجل يلقب بوحش جبال الأندس وحش خلقته بيئته أولد بيدرو لوباز في الثامن من أكتوبر عام 1948 في سانتا إزابيل كولومبيا أولد لمردارو ريس وبيليندا ريس قتل والده قبل ستة أشهر من ولادته في محل بقالة حيث تعرض لهجوم من قبل حشد من المتمردين ووقع هذا الهجوم في بداية الحرب الأهلية في كولومبيا والتي تعرف باسم لافيولينسيا ربما لو كان والده على قيد الحياة لكان بيدرو قد نشأ بشكل مختلف كان بيدرو الطفل السابع بين 13 شقيقاً وفقاً لوالدته كان فتى مهزباً لديه طموح في أن يصبح مدرساً عندما بلغ بيدرو من العمر 8 سنوات طردته واردته من المنزل لأنها وجدته يتحرش بأخته الصغرى وفي وقت لاحق ألقى باللوم على واردته لأنها كانت تعاملة في الجنس وتعرضت أيضاً لسوء المعاملة باستمرار من قبل زبنائها وربما شاهد هذه الأفعال عندما كان طفلاً الشيء الذي أثر عليه ترك المنزل وفر إلى بوغوتا عاصمة كولومبيا حيث انضم إلى عصابة وبدأ في تدخين الباسوكو أحد أنواع الكوكاين اقترب منه لاحقاً رجل غريب قدم له المأوى إذ كان خائفاً وربما جائعاً اتبع هذا الرجل الغريب ولم يتبع النصيحة التي لطالما أعطاها له الجميع بأن لا يتبع الغرباء إذ تم نقله إلى مبنى مهجور من قبل شخص غريب وتعرض للاعتداء الجنسي لا يزال بيدرو ينجح في البقاء على قيد الحياة فقد بلغ العاشرة من العمر في الشوارع وتم اختياره من قبل زوجين مسنين قام بتسجيله في مدرسة للأيتام كان من المفترض أن تكون هذه فرصة للبقاء على قيد الحياة لضحاياه لكن في السن الثانية عشر تحرش به مدرس ذكر ما دفعه إلى الهروب من المدرسة ومن تلك العائلة أيضا والعودة إلى الشارع بحلول الوقت الذي بلغ فيه ثمانية عشر عاما كان بيدرو لوباز يعول نفسه عن طريق سرقة السيارات ثم يبيعها لمحلات القطع قبضت عليه الشرطة وأرسلته إلى السجن ادعى بيدرو لوباز أنه تعرض لاغتصاب جماعيا شارس عندما كان سجينا جديدا وتذكر وجوه مهاجينيه وطردهم واحدا تلو الآخر وقتل كل واحد منهم قبل أن يطلق سراحه من السجن كانت هذه أول مرة يذوق فيها بيدرو طعم القتل بمجرد إطلاق سراحه من السجن اكتشف بيدرو لوباز انغماسه وإعجابه بقتل الشابات حيث بدأ في اختطاف واقتصاب وقتل الفتيات اليافعات في قرى صغيرة عبر بيرو وادعى لاحقا أنه اغتصب وقتل أكثر من مائة فتاة بحلول عام 1978 عندما تم القبض عليه متلبسا من قبل أفراد قبيلة نصلية إذا عندما اكتشف رجال من قبيلة بيروفية محلية أنشطة بيدرو لوباز المنحرفة والمميتة أمر شيوخ القبيلة بإعدانه على الفور ناشد مبشر مسيحي أمريكي كان يعيش ويخدم القبيلة زعمائها أن ينقذ حياة لوباز وشدد المبشر على أن السكان الأصليين يجب أن يسلموا لوباز إلى سلطات الشرطة البروفية وأن يتبعوا قانون البلاد بدلا من اتباع نهج العدالة الأهلية والأعراف الخاصة بهم ردخوا وترك لوباز القبيلة مع المبشر وتقول بعض التقارير أن المبشر أطلق سراحه على الحدود الكولومبية بينما يقول أخرون أنه نقل بالفعل إلى الشرطة التي قامت على الفور بالترحيله إلى كولومبيا دون التفكير في التهديد الذي يمثله على المجتمع بعد تواصله مع السلطات البروفية غادر بيدرو لوباز بيرو وانتقل إلى كولومبيا حيث واصل مطاردة الفتيات الأبرياء للاعتداء الجنسي والقتل انتقل لاحقا إلى الإكوادور حيث اكتسبت أنشطته الشريرة زخما تفخر لاحقا بأنه كان يقتل ما يقرب من ثلاث فتيات صغيرات في الأسبوع تم القبض عليه واحتجازه للاستجواب رغم أنه في البداية كان مترددا في الاعتراف حتى بعد تعرضه للضرب والتعذيب سرعان ما أقر بذنبه واعترف بجرائمه وعدده الذي تقشعر له الأبدان فزل كابتن باستور كوردوبا بثقته واعترف له بجرائمه وأخبره أين يمكنه العصر على أحد ضحاياه وبهذه الطريقة تم العصر على جثة إيفانوفا جاك معارية ملقاة على مرتبة قديمة في حجرة عندما سئل عن عدد الفتيات اللواتي قتلهن أجاب أكثر من مئتي ضحية في الإكوادور وبدع العشرات في بيرو وأكثر من ذلك بكثير في كولومبيا كان لدى بيرو عقلية مريضة إذ كان يتخيل أنه كان يفعل كل ما يفعله لمساعدة الفتيات فقتلهم حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الجنة عند سماع ذلك أمر الرئيس بنقل بيرو إلى الأماكن التي ترك فيها الجثث حتى يتم الكشف عن جميع الضحايا في الإكوادور ومعرفة هوياتهم على الرغم من أن الشرطة تمكنت من كشف النقاب على 53 جثة بالإضافة إلى اعترافه الأولي حكم على بيرو بالسجن 16 عاما فقط بسبب القانون الإكوادوري للوفيات وتم إرساله إلى مستشفى للأمراض النفسية ليتم تشخيصه على أنه مريض عقلي في الواحد والثلاثين من أغسطس عام 1994 أطلق صراح بيدرو من السجن قبل ذلك بعامين بسبب حسن السلوك وتم ترحله إلى كولومبيا حيث اتهم بارتكاب جريمة قتل استمرت عقدين من الزمن عند وصوله وبدلا من توجيه الاتهام إليه بالسجن أعلن أنه مجنون ودخل في منشأة إصلاح اجتماعي عام 1995 تم تشخيص بيدرو على أنه عاقل وأطلق صراحه بموجب فاتورة 50 دولارا في عام 1998 بعد إطلاق صراحه زار واردته المسنة التي ادعت بدورها أنها كانت خائفة ومقتنعة بأنه سيقتلها لأنه ألقى باللوم عليها في كل فضائعه لكنه بدلا من ذلك طلب ميراس حياته وهو يعلم جيدا أنه لا يوجد شيء إذ باع سرير والدته الوحيد وكرسيها للناس في الشارع قبل أن يختفي الأبد متى قتلة متسلسلون كسر أو سجنوا مثل دامر وبوندي وإدموند كامبر في السجن لكن لا أحد يعرف مكان وجود لوباز بمجرد إطلاق صراحه اختفى قد يكون واحد القتلة المتسلسلين الأكثر فتكا وخطورة في التاريخ على قيد الحياة اليوم ويواصل هيجانه القاتل في أماكن أخرى من العالم يعتقد البعض أنه ربما قتل على يد أفراد عائلات الضحية الذين قاموا بالانتقام بينما يعتقد البعض الآخر أنه لا يزال يعمل في مدينة كبيرة في مكان ما ويستغل أولئك الذين لن يفوتهم كانت هذه حكاية أحد أكثر القتلة المتسلسلين خطورة في التاريخ والمعروفة باسم وحش جبالي الأندس أصدقاء قناة وقائع لا تنسوا الاعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك موعدنا غدا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة